أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي نروح بصرعا نشوف تريند الأهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معنا الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر كتبوا رسالة تحذيرية من الكابتن محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة نهضة بيركان طبعا يا الفكرة يعني رسالة تحذيرية هي مش بالمعنى أنه هو حاجة سلبية أو حاجة غلط بس هو طبعا أنت عارف العنواني الصحفية عشان تشد القارئ على طول يشوف إيه الموضوع وإيه التفاصيل هي الفكرة بس أن الكابتن محمود الخطيب بيتكلم مع اللعيب حسب ما هم كتبوا على حسابهم الرسمي من مصري اليوم الرياضي أن في جلسة الأمس الكابتن محمود الخطيب في الملعب الفرق يتكلم مع اللعبين على فكرة أن عدم الاستهتار بالفريق المغربي نهضة بيركان ترتيبه في الجدوى للدورة ممكن يكون متأخر نتائجه الموسم ده مش على ما يرام لكن ده بالتأكيد ما هيكون سبب أن النادي الأهلي يتهون بهذه المباراة ده الإطار اللي ممكن بيقوله فيه لكن مش بفكرة اللي هو تحذير بمعنى كلمة تحذير على حاجة سلبية هو في الإطار الطبيعي المباراة الأهلي هيلعبه بشكل قوي بإذن الله أي أن كان المنافس ترتيبه ووضعه في الدور المحلي لأنه في الآخر هو بطل إفريقيا وفاس بالكونفيدرالية ويكون مواجه للآهلي في لقاء السوبر الإفريقي طيب الحاجة التانية اللي معايا الوطن الرياضي كاتبين ثلاث أسباب تبعد علي معلول عن تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الوطن سبورت اللي حسابه من رسمه على فيسبوك قاله أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني متخوف من تجدد إصابة علي معلول في العضلة الخلفية وده على رأس الأسباب اللي ممكن تبعد معلول عن المشاركة في السوبر الإفريقي وممكن يكون موجود على دكة البودلاء علي معلول بيتمرن في التشكيلة الأساسية أو في التدريب الأساسي مع النادي الأهلي والحمد لله الحالة الطبية والبدنية كويسة لكن في النهاية الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني ولسه الأهلي عند مشوار طويل على فاكرة سواء إفريقي أو محلي فالمشوار طويل ولسه إن شاء الله الفترة الجاية هيكون فيه مشاركة لكل اللاعبين وأبرزهم إن شاء الله عودة علي معلول حساب بطولات الحساب الرسمي على تويتر نشر تصرحات لبدرو بن علي المدير الفني لنهضة بركان قبل وبرات السوبر وقال درست الأهلي جيداً والشناوي وعلي معلول هما أبرز لاعبين بالتأكيد هيكون درس الأهلي بشكل جيد عارف النادي الأهلي عارف الإسم الكبير أبرز لاعبي متأهل نصف النهائي بيدافع عن دور أبطال إفريقيا واللقط وإن شاء الله بإذن الله تكون النجمة العشرة المدرب الأسباني بالمناسبة كمان بدرو بن علي متولى المسؤولية من فترة رائبة بس في التوقيت اللي تولى في المسؤولية عمل نتائج أجابية كويسة جداً مع فريق نهضة بركان والفريق ابتدأ يبعد شوية عن المشاكل الأزمات ونتاج السلباء اللي كانت موجودة في بداية هذا المسؤول واللي كانت أخرها الخروج من دور المجموعات في بطولة الكنفدرالية وخسرته للقب اللي بيدافع عنه بعد ما فاس به العام الماضي أمام بيراميدز في نهاية كأس الكنفدرالية آخر حاجة معايا الصفحة الرسمية ليلا كورة على الفيسبوك نشروا تصريح للمتحدث الرسمي لنهضة بركان الكتابي الحسين اتكلم عن مواجهة الأهل وقال لا نخاف من أحد ونراهن على الفوز باللقب هي الفكرة كل ما تيجي تلعب الأهل بالتأكيد هتلاقي بقى فكرة أنه احنا مش بنخاف من الأهل ونلعب مباراة كبيرة اسم الأهل اسم كبير جداً وبيبقى فرصة طيبة لأي فريق يواجه الأهل عايز يعمل مباراة كبيرة فهتلاقي التصرحات بنفس الإطار بتاع الشحن والحماس اللي ممكن يكون موجود في الملعب فلا أنا خاف الأهل ونلعب على حظوصنا وبالتأكيد ده شيء شرعي لأي منافس بواجه النادي الأهل لكن إن شاء الله النادي الأهل هيكون في الموعد مستعد للشقيق الفريق المغربي فريق نهضة بركان دي جزئية متعلقة بترند الأهل عبر السوشيال ميديا لكن اللقطة الباليزة اللي عايزين نعرضها النهاردة معانا في التريند محسن ياجور محسن ياجور من أبرز لاعبي القرى المغربية في السنوات العشر الأخيرة محسن ياجور يمكن فيه رقم مهم جداً وهيكون الحديث الجميع في لقاء السوبر للإفريق طبعاً هو هنا بيرحب بميشيل يانكو المدارب الحراس في النادي الأهلي لكن الرقم اللي عايز أتكلم عليه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو أحد أبرز ونجم الكرة المصرية والإفريقية صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف في البطولات الإفريقية حتى منذ اعتزاله حتى الآن محدش يقدر أو محدش يقدر لغاية دلوقتي يكسر الرقم 37 هدف في البطولات الإفريقية محسن ياجور على يعني تقدر تقوله على مقربة أنه هو يقدر يكسر الرقم ده لكن أتمنى يا رب ما يقدرش يكسره لأن الهدف اللي هيحرزه لقدر الله في الأهلي هيبقى تقسر الرقم ويكون تعدى كمان وهيكون في الترتيب الأول فبالتالي النقطة اللي عايز أتكلم فيها هو نقطة رقمية كابتن محمود الخطيب بعد كل هذه السنوات هو متصدر لقاحة الترتيب الهدفين في المسابقات الإفريقية 37 ومحسن ياجور تساوى معاه أيضا ب37 وعنده فرصة في لقاء السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي نقطة كانت مهمة جدا وزا ما تشايفين طبعا التقاء الفريقين في فندو الإقامة بنظام البابل اللي موجود فيه دوحة محسن ياجور مع الجهاز الفني ومع ميشيل يانكو المدارب الحراس وبالتأكيد شايفين العلاقة والمدى التعاون بين اللاعبين والمسؤولين قبل هذه المباراة والصورة دي أنا بنقيلها للجمهور عشان يعرفوا أن كرة القدم في الملعب فقط لكن في النهاية ميزة المباريات مش في 90 دقيقة العلاقات والتبادل المبين الأندية بعضها ما بالكم لما بيكون لقاء عربي خالص ولقاء أشقاء مع الإخوة في المغرب الشقيق